التحضيرات جارية على قدم وساق داخل قبتي البرلمان من أجل التصويت على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حيث التقى اليوم رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الشعبي الوطني من أجل ضبط رزنامة يوم التصويت حيث قاما بتشكيل لجنة قانونية يترأسها الأكبر سنا من مكتبي البرلمان وتعيين مقرر لجنة مع إقرار النظام الداخلي للدورة الاستثنائية يترأسها حسب الإجراءات المعمول بها الأكبر سنا استدعاء الرئيس بوتفليقة لأعضاء البرلمان بغرفته يوم الأربعاء من أجل عرض مسودة الدستور الجديد جعل مجلس الأمة يعجل في تنصيب هيكل المجلس بعد تعطيلها بسبب خلافات بين حزبي الأفلان والأرندي ورغم كل هذه التحذيرات إلا أن نواب البرلمان لم تصلهم أي دعوة رسمية لحد الآن إلى غير الآن لم تصلنا ولا دعوة ولا ندري ما هو المكان وكم الساعة وكيف تكون العمليا ليس أقصد من ناحية القانونية من ناحية الإجرائية الاجتماعات الماراتونية امتدت للكوتل البرلمانية المعارضة أيضا حيث ستجتمع غدا لتحديد موقفها النهائي من الدستور نعلن عن موقف نهائي من المضمون الدستور هذا اليومين هذا البقين سوف يتم التنسيق معه ومهما يكون موقف المعارضة سواء التصويت بلا أو مقاطعة الجلسة فالدستور الجديد سيصادق عليها طالما أن السلطة تستحوذ على الأغلبية البرلمانية